السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصدقائي احبابي في كل مكان اهلا وسهلا بكم. جمعة مباركة عليكم. ربنا يجعل لنا فعل خير يا رب ولنا وليكم جميعا. النهاردة قلت بلش اكل بقى النهاردة واخدكم كده فيديو سريع طرفيهي في مساء يوم الجمعة تغير ربو الجو وتغير ربو النمط بتاع الحياة. احبابي اصدقائي برحب كل اصدقائي اللي مشتركين مع انا وكل اصدقائي اللي اشتركوا معنا اجداد برحب بكم تحية من القلب. وبقول لاصدقائي الجداد اللي بيشوفوا الفيديو. ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل زر الرجال عشان وصل لكم انها كل جديد. وتحطوا اللايك وتكتبوا تعليقاتكم. ولو عجبكم المحتوى تشيروا لاصدقائكم عشان يشوفوه معكم. النهاردة اخدتكم في رحلة كده بسيطة وسريعة في جزيرة ناكسون. انا كنت اعملت بس مباشر وقلت صورت الفيديوهات ديتي وقلت الفيديوهات اتمسحت من على الجهاز. لكن الحمد لله تليتها. وطبعا لما يكون فيديو حمس شهر دقيقة احسن يعني الناس هتبصلوا احسن ما يكون فيديو يعني ساعة ونص او ساعتين او كده. زي نفس ما انا بعمل بالزبط انا بخش على الفيديو مسلا ما برضاش مسلا اخش على فيديو ساعة ونص لانه مش هادر ان انا عاد اشوف فيديو اتابعه ساعة ونص او ساعتين او ساعة فلو الفيديو مسلا اه نص ساعة عشر دقيقة خمس شهر دقيقة الواحد بيخش ويشوفه حتى لو اني بفتحه وبسيبه عشان الامانة اه بالنسبة للناس يعني حبيبي اللي بتوصلوا معي دايما وبيعمل مشاركة كاملة بسيبه مسلا بعمل اي حاجة تانية وبرجع لما الفيديو بيخلص بروح مسلا بكتب التعليق اه علني مسلا سمعته او شوفته وبحرم النهاردة يا جماعة اخدتكم كنت في الصيف في شهر تمانية اعملت زيارة سريعة كده لجزيرة ناكسون ودي جزيرة جميلة جدا يعني في مجموعة جزر كلاديس والمجموعة الجزر دياتي جميلة وطبعا من اشهر جزيرة ناكسون من اشهر الجزر وكان جمية السياح فيها كان فيها ضغط رهيب جدا لكمية السياح ودلوقتي قبل ما اتكلم معاكم في اي حاجة اقول لكم شوية معلومات عن الجزيرة دياتي جزيرة ناكسون تعتبر اه يعني من اشهر اه جزر البحر الابيض المتوسط بالنسبة للسياحة والجزيرة يعني زي ما بيقولوا كده ان هي اكلوا قلقها بيضاء اه في وسط اه مياه بحر ايجا الفيروزية كنموزج كنموزج للمزيج الفريد بين بقية الاسيارة العطيقة والثقافة الساحلية وقد وردت ناكسون اكبر جزء كوكلاديس اليونانية في الاساطير اليونانية القادمة بكونها مهد طفولة زيوس كبير الالهة بمجرد ان تضأ قنمك ارض ناكسون يمكنك السير في الطرق المعبد المؤدية الى بلاشيا احنا دلوقت يا جماعة في الطريق اللي هو المعبد الى بلاشيا الى مسألة الناس الجديدة هناك الناس الحديثة طبعا ما تعرفش ان البوابة ديتي بوابة المعبد هما بيقولهم ديتي الناس الحديثة اللي ما تعرفش التاريخ بتاع الجزيرة لكن لما الواحي دور على المعلومات هيعرف طبعا معلومات كتير عن اه كل جزيرة وكل مكان ودي كان مسلا ساعة الغروب لو كنت جيت قبل المعادة بنص ساعة كهتيبة جميلة جدا تتدقوا ان الشمس راحت اه بس المنظر عمتا اه جميل منظر البحر اه ساعة الغروب وبعد الغروب كلا بشوية جميل جدا اه الطريق ده يا جماعة المنطقة ديتي كانت معبد كبير وديتي بوابة كبيرة يعني الاسهار قريمة جدا لكن طبعا الناس الحديثة بتقول الاطراق كانوا بيعدموا عليها طبعا اليونان كانت محتلية من الطرف التركي كانوا بيعدموا عليها طبعا اليونانيين العصاء او المتمردين اه فكانوا مسمينها المقصلة لكن هي لها تاريخ قديم طبعا التاريخ القديم ده ان هي اه مؤدية البوابة ديتي بوابة معبد بلاشيا اه والبوابة ديتي اسمها بوابة بورتارا المدخل الحجر الرئيسي المعبد قديم لم يعد له اثر في الوقت الحالي تلك البوابة لا تزال قائمة وحدها كرمز للجزيرة في وقت الغروب تأمل ذلك المنظر الخلاب للغروب على تلك الجزيرة ومياه البحر الزرقاء الممتدة في الافهار ناكسون هي واحدة من اجمل الجزر اليونانية والتي تمتد نحو ربعمية تسعة وعشرين كيلو متر مية ستة وستين ميل مربع لتكون من اكبر الجزر المتوجدة في مجموعة جزر كوكلادس في بحر ييجا كانت ناكسون هي مركز الحضارة اكيكلادية القادمة ناكسون هي اكبر جزر كوكلادس والتي تقع في وسط هذا المجمع بين باروس وميكانوس وتشتهر جزيرة ناكسون في التاريخ اليوناني دورها البارس ضمن اساطير الميسولوجيا الاوركية كما تضم بقايا اسار عطقة تدل على مرور الحضارات من خلالها واليوم نتعرف على السياحة في جزيرة ناكسون التي توفر طبيعة خلابة وشواطئ فاتنة لممارسة الرياضات المائية ومنتجات راكية الاسترخاء والطرفيه ستعيش ناكسون اليوم بشكل جيد بدون سائح تزرع الجزيرة البطاطس والزيتون والعنب والليمون لكن المصطوفين آآ المصطوفين هناك يوجدونها بكسرة والآن في الصيف في اجزاء الجزيرة من ناكسون يعني آآ بنتكلم عن ازدحام في الجزيرة بتطور هيبقى في كل مكان في الجزيرة يعني احنا نتخيلوا كده ان آآ تعداد السكان يعني تمنتاشر الف نسمة في في الوقت في الشيتة يعني ان هما السكان الاصليين للجزيرة لكن بعد كده بتلاقوا ان اللي يعني بيزيدهم بيوصلوا ستين الف سبعين الف في الصيف فبيبقى فيها الازدحام فيها في كل مكان في الجزيرة طبعا دي اتي من اشهر المعلومات اللي عن الجزيرة وهي طبعا زي احنا قلنا هي مشهورة طبعا بزراعات البطاطس والليمون طبعا والزيتون والعنب وبيعملوا هناك طبعا نبيز طبعا احنا ملناش في النبيز ولا في الكلام ده وبيقولوا هناك في مشروب اسمه الكترون ايه المشروب ده بيعملوه محلي وده مشهور في الجزيرة جدا ودية المعلومات الرئيسية عن الجزيرة وزي ما انتم شايفين كده يعني السياح في الجزيرة كتير جدا يعني اطلعت على على الجبل الزغير ده اللي هو فيه المعبد ده بعد ما كانت الناس شايفين الناس يعني الناس كتير كانت بدأت تروح وتمشي وكده فدية الباب يا جماعة بتاعت المعبد اللي بقول لكم عليه او المعبد الاديم اللي هو بيقولوا عليه طبعا بكده الرحلة بتاعتنا البساطة ديتي لسه مستمرة معاكم وبحب طبعا نتكلم معاكم واسور له كل حاجة طبعا يا صورت الفيديو ده كله كامل اه بس مباشر لو انت عاوزين تتابعوه وعملت لايف وساعة الغروب كمان كان المنظر اجمل لو انت عاوزين تشوفوه طبعا هتشوفهم اللايف بتاعي من جزيرة ناكسون وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف عشان اللي حابب ان هو يتابع البس حابب ان هو يشوفه يتفضل يدخل ويشوفه ويتابعنا اه دايما بستمتع وانا بنزل لكم كل حاجة وكل جديد بشوفه وكل المعلومات اللي اقدر اوصل لها وقدر اتابعها طبعا بحب ان انا طبعا اه ابعتها لكم واحب ان انا طبعا اصورها وعشان تشوفوها معايا زي ما قولتو لكم قبل كده مرارا متكرارا اه بحب ان انتو تبقوا وقلين معايا وتشوفوا بعنايا زي ما بشوف المناظر الجميلة ديتي لان انا بشوف مناظر يعني سبحان الله مش اي حد ممكن ان هو يقدر يشوفها والمناظر ديتي ما تتعوضش يعني ازاي ما تتعوضش يعني مسلا بابقى السنة دي في جزيرة السنة اللي بعدها في مكان تاني السنة اللي بعدها في مكان رابع السنة اللي قبل يعني كل فترة الواحد بيقى في مكان ودائما تروحها من مكان لمكان فبحب دايما اصور الاماكن اللي انا بروحها عشان تبقى للذكرى وتبقى حتى للناس الناس ممكن مسلا انت تاخد فكرة معايا عن مكان انت عاوز تروحه تدور على النت او اي حد يدور على النت. جزيرة ناكسون ياخد شوية معلومات بسيطة مني. يشوف شوية معلومات بسيطة برضو على النت. يشوف شوية معلومات على على اي موقع. في الحلقة دي ايتي تبقى تبقى الناس دماغها غنية بالمعلومات يقدر يروح فين ويقدر يجي منين ويقدر يشوف ايه وما يشوفش ايه. طبعا زي ما كلمتكم على الجزيرة دي ايه جزيرة جميلة. طبعا جيتها في الصيف بس عادت فيها تلاتة ايام او اربعة ايام. وكت اول مرة اجي جزيرة ناكسون بالرغم ان انا رحت جزر حوالها كتير وجزر على حدود تركيا. يعني جزيرة سيرة رحتها. يعني دي اعتبر اغلب جزر اللي لنا بنسبة السبعين في المية انا رحتها. فالجزر ديت كلها يعني السياحة جميلة جدا. وبالنسبة لجزيرة الكريت عشان اعدت فترة طويلة في جزيرة الكريت فانا في جزيرة الكريت كلها. ايه الواحد زي ما انتم عارفين عني. زي ما انتم قبل كده الواحد دقيقة من الترحال. وبيحب ان هو يغير دايما ويشوف اماكن جديدة. يعني من اول ما سافرت بقول لكم الواحد كان يتمنى ان تكون مسلا القناة عندي مسلا من عشرين سنة. وقدت حتى الواحد ما كانتش ينزل مسلا كمية كبيرة يا كده من الفيديوهات. بس لما كان يروح اي مكان جديد وغريب كان ينزل الفيديوهات عنه عشان تبقى للذكرى وتبقى للناس تشوفها والناس تقدر وتستمتع بها وتشوف الاماكن الجاملة دي. دايما بستمتع لما ايه بعملكم وبنزلكم الفيديوهات دي دي. اتمنى دايما برضو انتم تكونوا تستمتعوا معنا بالمحتوى كله بنقدمه. واتمنى ربنا يوفقنا جميعا. وبرضو هنتكلم برضو عن موضوع المشاهدات. المشاهدات برضو رمعها في النازل جدا جدا. وطبع الموضوع ده مزعالني. بس الحمد والله وباذن واحد احد يعني مش هيجيلي احقاط باذن الله. لان الواحد عنده عزيمة واسرار زي ما قلتلكم. والواحد هيستمر. بالرغم كل الظروف وكل اللي بيحصله الواحد هيستمر. اللي عاوز يستمر معايا هيستمر. واللي مش عاوز يستمر طبعا مش هيستمر. كل واحد براحته وبيعمل اللي هو عاوزه. وما زلت في الرحلة بتاعتي فوق طبعا على الجبل ده. وطبعا بدأت انه انزل واخد طريق العودة. وزي متو شايفين كده الناس قالت خالص. اه طبعا لسه في مجموع قليلة. يعني كانوا هدأ بقى في المكان ده قبل المعدة بساعة زي ما قلتلكم. وزي ما انتم هتشوف المباشر اللي انا كنت عامله. واللي عاوز يستمتع. هسيبه لكم طبعا اللينك بتاعه في صندوق الوصف اه تابعوه. وطبعا اه كان بس وكان عرض يميل وناس كتير اه تابعتنا وتابعت البس للاخر. اتمنى دي ما انت استمتعوا بكل اللي احنا بنقدمه لكم. واتمنى اللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يشارك في القناة. اللي فعل زر كاس فعل زر كاس ينصلوا منها كل جديد. واحلى تحية لكم من القلب. وكتبوا تعليقاتكم. قولوا له رأيكم. واللي عاوز معلومات اتقطر عن جزيرة ناكسون يكتب ممكن يكتب على النت او يعمل بحث. لان برضو مهما كان مش هادة اقول المعلومات كلها عن الجزيرة في الفيديو القصير ده لان هي جزيرة كبيرة وجزيرة جميلة جدا. وفي نفس الوقت ايه انا بنزل لكم الفيديوهات للطرفيه. ايه فالفيديو يقبى خفيف ما يباش تقيل عليكم وما يباش ايه فراغ يزينا عن لازم. لان انا مش عاوز الواحد يتكلم زي انا عن لازم او اكتر من المطلوب. وبكده اصدقائي وحبا في كل مكان اه يعني كده احنا وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا. وبتمنى دايما ان احنا نكون مع بعض. وبتمنى التوفيق لكم جميعا. وبكده وصلنا نهاية الرحلة السيحية بتاعتنا في جزيرة ناكسون. اتمنى انتم كنوا استمتعتم. كان معاكم الكابتن حسام في الكنج شيف. ودايما انتظرونا فيديوهات جديدة وفلوكات وفلوكات كتير جديدة وياكلات مميزة وجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.